السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم فيديو جعل قناة افكار مجايد اذا كنت اول مرة تشاهد الفيديو ديالي كنت اتمنى اضغط على زر الاشتراك وتفعيل جراز بسيو سترك جديد وخليشي تعليق اللي دعمنا ويشجعنا في حال دائمة فيديو دليوم هادي يكون ان شاء الله يربي داد الارضية ارضية اللي هنخدمها ان شاء الله بزلي دي متر وعيسين على ستين الزلي ديال الهند من نسبة البرط ما هذه نزلت الدوتة ديالة ونزلت الطوالي ديالة اللي خدمته بزلي دي متر وعيسين على ستين في بيض وكحل اليوم هنشاء الله بعدين نزل لكم الارضية من السبب البرط ما هذه خدمتها كاملة بزليج واحد بنفس الزليج ديال الهند في الدوتة وفي الطوالي دخلنا عليهم الكحل ولكن في الارضية خدمنا البيض بوحده باش تشوفونا وتعرفونا كيفاش خدمنا هذا الارضية هذه خليكم مع الفيديو قطع اي حاجز قدامك باش تحقق احلامك حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك كنت ما كان عرف نعمل والو وبديت من الزيرو وعمري ما فشلت وعمري ما قلست معاشي واحد فشل حتى انا تايق في راسي وحتى انت حي تعرفك تايق في راسك اشترك في القناة وفعل الجرس وعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق حيث الرأي ديالك يهمني مرحبا بكم من جديد قبل ما بدأ الفيديو ديالنا ونوريكم كيفاش خدمنا هذا الزير جدا يوريكم واحد الحاجة الصراحة اللي كدر في الخاطر صراحة اللي واحد الحاجة ما قدرش انا نشوفها ونسكت عليها بالنسبة ل هذه الارضية هذا سيفتطلي هاد فيديو واحد سيدة كتقول لي واش ارضي إي شا الله تحديل الفورمه وطناولا بطناك وتزوجك تحدي الفورمه هذه السديية كهنا الخاص الشاش في العديد الافتار لا ي اقدمها سيما زائدة لكن انا اجربة ستيعة سيما يواجه هو تعمل الكلام تحقه وطريقه وانه يطلقه ويطلق يطلقه وطلقه يطلق هذا ويطلقه يطلقه يطلقه الرمل ويطلقه ويطلقه يطلقه يطلقه في الاخوة قد تفشده هؤلاء يطلقه على السيدات بلاد الشئ يطلقه بلاد الرمل يجب أن تفاجأ من هذه الفرما كاملة ويجب أن تزول ويجب أن تتعاوض ويجب أن يتطاق الله في الناس ويجب أن تحاسب عليها ويجب أن تؤديها في الدنيا قبل الأخيرة ويجب أن تصنيعي الله ويجب أن يهديهم صراحة الله ويجب أن تحاسب هذه لحوله ولا قوته إلا بالله إنه يجب أن تضيع السلعة ويجب أن تكون السلعة والعبار ويجب أن يكون أسفل تقوم بالسلعة السلعة بتعاطية الأقصاء كيف يستطيع العبار وكيف يستطيع العبار الآن السلعة التحصية في الجنة ومشيقة والرمال تجد ستمكة إلا بالسلعة وكالي في الجنة حتى انسي نقاع الموضوع دينا مهم رجعوا للموضوع بالنسبة للزليج متر وعيسي على ستين كيف ما كنتشوف معي بعد ما عملنا فورما دينا غدا كنا نخدم عليها الزليج بالنسبة للزليج متر وعيسي على ستين الزليج اول حاجة بدينامي كيف ما كنتشوف معي وكيف ما شفت في الفيديو بدينامي الكلور اهم حاجة في البرج ما دائما هو الكلور يعني كنتم دائما كان عاوطو الزليج يعني اكثر الكلور دينا ليسا عارية وما لا يتغطى لا يتفرر شيء من نسبة للصراع يقدر بيوته يقدروا موضوع ولكن الكلور يبقى دائما مفضوح يعني دائما الكلور عاريا لذلك بدنا بالكلور كيف ما كان يدفع معي الزليج الزليج رائع الزليج الهند فيه واحد بريو صراحة الله مشي عادي هذا الزليج هذا في حاله في حال مرايا يعني الزليج صراحة الله رائع من بعد إن شاء الله في الأخير الفيديو يعني تشوفهم يعني شعله الضاو واللي دو سبوت كيفاش الزليج كيفاش كيفاش يعني بريو اللي فيه في حاله في حال مرايا من بعد ما سينا بيوت وسينا كل ورد دخلنا نخدمه الصالون ونصلاة بارتماعنا فيها كوزين امريكان وعنا فيها دوتتتتو فيها فيها تع 201 والا تواية وعن كوزين امريكان مفتحة على الصالة نزلنا فيديو فيديو دوتت القوالةี في والا توا sounding وروار ونزلنا فيديو دوتتت ولم من عشر من ان نزول يعرض ارضية مرتفع هذه العشان بالنسبة للفيديو في القناة التي تريد أن ترى كيفية تخدمها من الأول حتى الأخرى بالنسبة للصالون، هناك صالون مفتوحة كوزين أمريكاً عليه والصالون كانت تبقى صالة التي تفرشها بكاملة بكثارة ومسائلها بالنسبة للأرضية دائماً تخدمها بقربة وجوان كما تريدون سلّج إلى حصوات الأابط اضجب عدة غرابة وجوان أقام تأتي بالنسبة للغرابة إلى الب港 claus دائماً أضجبها جوان لذيه من يت�ب الأقل وهذا جانب من عدم Texas حدثة تُحيط لقد زرز قطعناه ورسقنا بلينتا حتى بلينتا كانت نلسقها دائما بزيارة فهي ليست مريق لها معاوطة لكن بلينتا كانت بشي معاوطة بالنسبة لبلينتا اخطمنا هذه المتر وعشرين في الطول كاملة بالنسبة لهذا الواجهة كانت كوزين امريكان سوف نزلط الفيديو في القناة التي تريد أن ترى كوزين امريكان كيف يفجج من بعد ما سألنا بلينتا وعملنا المستيك رقنا كوزينة دوتشار وعملنا المستيك هذا هو الشكل النهائي بلينتا بعد ما تلسقت كما قلت لكم سبوتات والليد يعني بلينتا سباغة بالنسبة لكوزين امريكا هي هذه من داخل جهة الكوزينة وكتشوف الجهة دية الصالون يعني يكون كراسة تكون قلصة بالنسبة لصباغة خدمة صادق بالنسبة لصباغة خدمة الصباغة دية الخيال صراحة الله شي حاجة رائعة وكعتدي الديكور رائع كيف ما قلت لكم الزليج في واحدة بريو ليس عادي وفي واحد ديكور ليس عادي بالنسبة لصباغة خدمة ديكور بالقبض عندي في الفيديو لكوزينة امريكا كيف كانوا كيف رجعوا يعني صراحة الله اي فيديو نزلتوا في هذا البرتما وباقي الطبقة الثانية خدمتها بالذليج كبير كاملات فيها الدوتتة وفيها كوزينة وفيها الصالون بالنسبة لذليج كبير اي فيديو كنزلوا كنشكر فيها موضر كنشكر موضر كنشكر موضر بزاف على المعقول اللي فيه و على التقيقات اللي كيعمل في الصناعية وحتى في السلعة يعني الراجل العشاء وكيعجبوا الحاجة رائعة وما كيتشطارش معها وما كيتشطارش مع الصناعية كنشكر تكون مغرزة وتكون لحقه وطريقه المسبة للطهاية هو هذا الذي نزلنا فيه بوحده ونزلنا فيديو الدوش بوحده وكوزينة بوحده واليوم الأرضية إن شاء الله ونزولكم إن شاء الله فيديو الطبقة الثانية فيها الزليج مبدل والديكور مبدل أخذ منها بزيزة اسبانيا متر وعيشة منصول ببيوت كيف نكتشوفه معايا بوحده 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 رائع والسيد كيف ما قلت لكم السيد الله عمر هذا السيد معقول وكيعجبه المعقول كيتهالله في الصناعية كأتيهم حقهم كيعجبه ذلك شيء لحقه وطريقه ما كيتشطار لا في الصناعية ولا في المعصص ناعي كيعجبه ذلك شيء يكون لحقه وطريقه والحمد الله ربي ما حشمنا شيء عشانا عشانا عملنا جود والحمد الله خليناها راضي هذه الخدمة اللي عملنا له والحمد الله ربي ما كيف حشمنا شيء كيف ما قلت لكم بالنسبة لبيوت هم أخدمهم بصباغة الخيال أخدمهم بالليد وسبوتات كيف ما كتشوفوا بالنسبة للدوش هذي مفتوحة فصل بيد النعاس وانا الطوايت اللي جاء في الكولور يعني وبنسبة للججاج والإينوكس كيف يخدموا واحد صادق هو عنده خدمة رائعة ذيك شيء في المستوى أو تاني بالنسبة للدوش على الجبروه الجبروه في القناة ديالي كاملة وبالنسبة للفيديو اللي شفنا في اللوو ديالفورما الشي دا تتاورت معا قطوش ننزل فيديو في القناة قد تيما شي مشكل باش الناس يعرفو والناس يستفدو يعني يق handling أي واحد عملة فورما يح Gesundheits يعني عن فورما وكيف ساتكون في اللون عن أن تتأكui عن عين بعين تتعرف sme هذي حดvre السماء كان يقل باحودة سينا كان بالحديث من مرسة منصى مع Line خشدا حتى بعيد او لا. الانسان يعمل حاجة يعملها يحقه وطريقة ويغشي الناس. يعني انتنا خلطي خلطي فورما درابطي درابطي تمارعش. ما تعمل حاجة اللي هتحمار لك الوجه. وتعمل حاجة اللي غاي يجازيك علي الله سبحانه وتعالى قبل الخلاص. كنتمنى ان شاء الله في فيديو اليوم تستبدو منه. تستبدو من طريقة كيف خدمنا هذه الارضية. وهذه الطريقة ما كاملة. طريقة كيف اصلحناها. تحياتي لكم الى الدام ديكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.